بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس كبير دايما بيجذب كل ما هو كبير والأهلي طول عمره كبير وكبير الكرة المصرية كبير الكرة الأفريقية اللي وصل بالكرة المصرية إلى العالمية طبيعي كل الكبار يتسابقوا إنهم يبقوا معاه لأنهم بيجبروا بوجودهم جنب بعض وجنب شعار النادي الأهلي والأهلي بيقدر كل اللي عارفين قيمته قيمته الكبيرة في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل الأهلي الكبير الأهلي رائد الرياضة في مصر وإفريقيا الأهلي الأفضل الأهلي الأكثر فوزا بالبطولات الأهلي الأكثر شعبية الأهلي الأكثر تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي الأهلي الأكثر تسويقا الأهلي الأكثر جاذبية للرعاة مين أدك أهلي؟ كم أنت عظيم أيها النادي الكبير هذا النادي صاحب المية وخمستاشر عاما على إنشاؤه الذي تعشقه الملايين ليس في مصر وإفريقيا فقط ولا في الوطن العربي ولكن في العالم كله هو ده النادي اللي يحلم بي أي مشجع كل يوم يزيد عطاءه ويزداد ندوجا في كافة المجالات نادي يفتخر بوطنيته وفخر للرياضة المصرية الكبير دايما يسعى لشراكته مع الكبار كم من شركة كبيرة سعت لتكون الراعي الرئيسي وهناك فارق كبير ما بين الراعي الرئيسي وأي رعي آخر ولكن كم من شركة كبيرة حبت إنها تكون الراعي الرئيسي للنادي الأهلي حتى وصل اليوم الإعلان عن الفائز برعاية النادي الأهلي اتصالات مصر فعلا شركة عظيمة سعى لها كبار الشركات حتى رأت أو شراكة عظيمة سعى لها كبار الشركات حتى رأت النور شراكة ستستفيد منها شركة اتصالات بربط اسمها بأعظم نادي في الكون بنادي القرن الإفريقي لو حضرتك شفت المؤتمر الصحفي النهاردة الذي يقيم في أحد فنادق وسط البلد هتعرف عظمة النادي الأهلي لأن النادي النهاردة النادي الأهلي أعلن عن شراكة استراتيجية وكراعي رئيسي ما بينه وما بين اتصالات مصر هذه الشركة الكبيرة جدا في عالم الاتصالات داخل مصر وداخل الوطن العربي مين قد شركة الاتصالات مصر دلوقتي لأنها بطرعة فخر مصر فخر رياضة في مصر سيد القارة الإفريقية وكبرها فخامة الحدث والتنظيم النهاردة حاجة مفرحة جدا